شكاية الوزيرة اليوم امس واعتقد ممكن معناهم في كل حالات بعد ثارت النيابة العمومية للدعوة ونيابة ثارتها متلقاء نفسها ثم الوزيرة ألحقت الشكاية منتظمنا في عديد الأوراق يعني ما هيش صفحة أو الأثنين أكثر من هذية تطالب بتطبيق عدد من الفصول القانونية بما فيها مرسومة 54 باعتبار ظرف التجديد متى الموظف العمومية اللي هي عشرة سنة واتسج إضافة لجرائم أخرى من مجال الجزائية بما فيها الاعتدار الموظف عمومي وإضافة إلى جملة من التبريرات لهذا التوجه عمليا سامي قبل ما نبشي وخلينا نفهم المستمعات ومستمعين معناها اليوم المحاكمة بتكون على الإحالة الإخرانية وهذه قضية جديدة وهذه قضية جديدة ولا بتنظر المحكمة لا لا هذه هي نفسها إضافة للملف معناها فقط اليوم وزيرة تحولت إلى معناها من عرشها اللي بش تقوم مطلب قيام أما في الحالة الكل أنها تحولت إلى طرف بشكل أو بآخر في الدعوة مش فقط نيابة العمومية وقدمت جزء من الطلبات طلبات بنصوصي حالة تحب تعادي زيد هنا معنى الفصل لربعة وخمسين في ظرف التشديد معنى المرسوم لربعة وخمسين في ظرف التشديد المتعلق بالموظف العمومي وهنا نمشي للجنايات معنى هنا نقدم مجلس جناحي معنى هنا مش يقضي تحقيق قال عبث نقول عبث وزيد عليه عار معنى فميش حاجة أخر تنجم تعبر معنى هذو ما ما عارش العبارة اللي استعملها زيد الهيني توصف حسب ما فهمت بالإيطالية عبارة حالة معنى هم معنى حالة بترجمها باللغة اللي تحب عليها بعد على الإيطالية وعطيها الصينية الروسية هم نحن في حالة معنى 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 نحسبون باللغة الوزرة الشيكين بالصحفيين عنا وزيرة شون دينية وزيرة الثقاف وزيرة الثقاف الشيكة بمنظوريه وعنى معنى الـ 54 زيد معنى حتى كانوا مهونش صحفي معنى هن نستعملوا المرسوم وزيرة التجارة معنى عرش معنى توفيق عمران اكتشفنا من بعد انه سيد رئيس الحكومة بريء من الشيكاية أم في الحالة الكل هذا هو السياق اللي وبعدها معنى هن تجي تقولوا هذا هي سلوك فردي ولا يعكس معنى انت تجي تعمل تشريع وتحط الاساس القانوني لي لي معنى هن مسادرة حرية التعبير معنى هن حتى اسم اخر ولي القضاء على اخر مربعات حرية التعبير ونتمشي من جهة اخرى اتمارس هذا المرسوم في علاقة بلي حالات وشنية نتيجة ونبداي ونحن ننظف عنا بين بنية ميلة ما نبشو تطيح ساسها معوج ونبداي وكل ما تطيح لقش نبداي ونناقشو والله يذي الفايونس اللي كعبة الفايونس اللي تحت مش مزيانة برش كعبة اليجور اللي ميلة توة يودي البنية البنية هي خاربة هي معوجة الاساس القانوني غالط اليرادة السياسية تقول لي غير متوفرة في التقاضي كانم يعبرهش تقول لي ارادة السياسية غير موجود شي كون معناها اليرادة السياسية and you live 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 ilye ويشكون هيivas يريد أن يضيق بشكل يسمح له بالفعل السياسي كما يريد وإنه ما عدفه ما حتى صوت في البلاد ينجم يقلقه أو على الأقل يرهب الأصوات اللي تنجم يتقلقه